متهت ماراتون الأرض في منطقة ترسلما بإفراء المتواصلة في يومها الثاني مرحلة ثانية أجريت في مدار مغاير بدأ سهلا نسبيا بالرغم من شمس المنطقة الحارة وفاز بها المتصادق المغربي ناجيم القادي قاطعا لمسافة 26 كم في ساعة من الزمن و41 دقيقة و42 ثانية الحمد لله ناجد سعي اليوم شوزيلي بالمرحلة الثانية لترعيم مدينة إفراء يوم أمس حترت الرطبة الرابعة ولكن كنت نطمح الفوز لكن تهت في الغابة شوية حتلت الكلمة وأنا خارج على الماضار السباق وعاد رجعت وكملت السباق وتألقت العداء الشابة فاطمة الزهراء عياش وهي الأصغر سنا في هدية النسخة بعدما دخلت الأولى على مستوى الإناثة في توقيت زمني بلغ ساعتين و38 دقيقة و30 ثانية بالنسبة للمعطاف كان شوية صعيب بالنسبة للعولة والحمد لله قدرت أني توفق على زملاء الأخرين وكيف ما كانت شوفوا أنا دخلت بتوقيت مزيان وهو ما زال ما دخلوش ولأن لا شيء يقف عند العزيمة والرغبة في دخولي التحدي كان لشيخ الماراطون حضوراً متميزاً في سن بلغ التاسعة والستين مرحلة قصيرة المسافة وفي ظروف تدارسة سيا أسهل انتهى اليوم الثاني من ماراطون الأرز الذي يشهد مشاركة مكثفة من الهوات والمحترفين في انتظار المحطة الأخيرة في اليوم الأخيرة ليكشف عن الفائز النهائي